بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه من أمتنا الإسلامية إلى يوم الدين الزواج سنن من سنن الحق سبحانه وتعالى في الأرض والنبي عليه الصلاة والسلام كان من سننه الزواج وقال أما أنا فأتزوج النساء والزواج سبب من أسباب الرزق والبركة والسعادة والفرح والسكن والمودة والرحمة وكل ذلك ورد في القرآن الكريم فسبب من أسباب الرزق قال الحق سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله بل إن الذي يسعى للزواج يساعده الحق سبحانه وتعالى على ذلك فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم أي مساعدتهم وإن ربنا يقف جانبهم قال منهم الناكح الذي يريد العفاف تجد إنسان وشاب بسيط جدا جدا أول ما يقول يا رب عني على الزواج تجد أبواب الرزق فتحت له يمكن بعض الشباب يحكي يقولك وما كانش في جيبي إلا بعض الجنيهات إلا أن الله أعانني وتزوّكت وسددت ما علي ولذلك يقول سيدنا أبو بكر الصديق يعني أطيعوا الله فيما أمركم من الزواج ينجز لكم ما وعدكم من الرزق كلام جميل إذن يسعى الإنسان ويجتهد ويأخذ بالأسباب ويتوكل على الله والزواج كما قلنا سبب من أسباب المودة والرحمة قال الله تعالى وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إذن الزواج سبب من أسباب المودة والرحمة وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن الزواج سبب من أسباب السعادة فقال أربع من السعادة وقال منهم الزواج وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الزواج سبب من أسباب الحفظ حفظ هذه النفس البشرية من الوقوع في الخطأ فقال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم ثم قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج لماذا أمرنا النبي؟ من عنده القدر والاستطاع أن يتزوج أن يتزوج قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج لأنه سيكون ذلك عصم له من الوقوع في الزنا والله يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين فأنكحوا ما طاب لكم من النساء ماثنى وثلاثة ورباع لكن قال ولا تقرب الزنا عندنا بديل أو عندنا بديل هو الزواج تزوج وعف نفسك إن كنت قادرا مستطيعا لكن لا تذهب من الزنا فقال ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة والعياذ بالله فالزواج سبب من أسباب حفظ هذه النفس عن الوقوع في الزلل والوقوع في الخطيئة لكن كثير جدا من المقبلين على الزواج لا يدرس معنى كلمة زواج فتجده متسرعا لا يختار ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك البنت لا تختار ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وضع شروطا فقال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير يبقى صاحب الدين صاحب الخلق الرجل بجد مش الرجل اللي بعد الزواج يترك زوجته وأولاده ويرمي المسئولية عليها وتكسر القضايا في المحاكم لأنه ليس رجل الزواج للرجال وليس لأشباه الرجال وكذلك وضع اختيار في الزوجة فقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها مطلوب جدا أن أنا أتزوج أو أتزوج بمرأة جميلة بفتاة جميلة هذا شيء عظيم لأنها سيكون هذا الجمال العفة لي ومطلوب جدا أن أنا أتزوج بإنسان صاحبة مال لكن ذات الدين أفضل عندنا في شريعتنا الإسلامية فقال صلى الله عليه وسلم فاضفر بذات الدين تاربت يداك فزاك أفضل صاحبة الدين وهذا أفضل بكثير الزواج شيء عظيم سارع أيها الشاب للعمل ثم العمل ثم الزواج لا تكن بلا عمل ثم تتزوج فتضيع معك الرعية أسأل الله العلي العظيم أن يزوج شبابنا ويعف بناتنا ويسر لهم الصعاب ويسهل لهم الأسباب اللهم أمين سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر